لليوم الرابع على التوالي تشهد مدينة الناصرية طراب أمني ناتج عن تصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية عد جسري ناصري والحضارات بغية التصعيد من أجل إقالة محافظ ديقار ناظم الوائلي وعلى إثر تلك الأحداث وصل وفد برئاسة وزيرة الداخلية وتم اللقاء بشيوخ العشائر بغية الخروج بنتائج مرضية نحن من حراك حاليا بسبب تغيير المحافظ وما يشعر من أخبار عن تبديله وخرج مظاهرات على تبديله والنواب الذين جاءوا به سابقا انقلبوا عليه نحن رأينا من بداية أن المحافظ لا يصلح لأنه ليس من رحم الشارع وليس من رحم مدينة الناصرية لذا فشل فشل ذريعا نحن مع التغيير المحافظ الوائل الذي اتهم نواب وكتر سياسية بإرباك الوضع الأمني للاستحواذ على منصب المحافظة بحسب بيانه الأخير فيما طالب مراقبون بضرورة تغيير آلية اختيار البديل لعلها تنتج نتائج مغايرة عن ما احتادت عليه المحاصصة الحزبية المشكلة في محافظة ديقار لم تكن وليدة المظاهرات التي انطلقت قبل سبوح حول قضية المحافظة رغم أن هناك اخفاقات كبيرة في تولي المحافظة وإدارته للمحافظة في الفترة الماضية لكن للمحافظة كان نتاج تسويات سياسية هي نفسها لأنتجت المحافظين السابقين للأسف سنة ونص الناصرية تشتعل للأسف السنة ونص الناصرية بها مشاكل وكانت هناك معالجات سطحية لم ترتقي إلى مستوى معالجة جوهر المشكلة المشكلة الحقيقية في الناصرية أنه هناك وضع اقتصادي بائس ومتردي جدا آلاف من الشباب وهؤلاء صغار العمر وبعضهم خريجين وعلى الرغم من انتهاء اجتماع خلية الأزمة التي وصلت إلى محافظة ذيقار برئاسة وزيرة الداخلية بشيوخ العشائر والوجهاء لكن المحتجين ما زالوا يتمركزون عدى جسر الناصر والحضارات بغية التصعيد من أجل إقالة نظم الوائل محافظ ذيقار لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية ترجمة نانسي قنقر